حلقة اليوم تتكلم عن هذه الجدلية بين الدين وبين التقدم التكنولوجي منذ أكثر من عشرين سنة أتذكر أننا جلسنا في مؤتمرات عدة في دول مختلفة حول ما كان يظهر حينئذ من كلمة second life وال second life هو الحياة الافتراضية التي تخالف الحياة الواقعية كان الأمر في بدايته وكان كل بداية بسيطة فيها أفكار وفيها أمال ولكن بالجملة تستطيع أن تسيطر على ما هنالك من مسائل وقضايا تستطيع أن تناقشها بهدوء بروية وبفكر متزن لكن تكاثرت التغيرات وتطورت وتدهورت الأمور بشكل قد يصل إلى ما يمكن أن نسميه بالزخم الرهيب كنا في هذا الزمن نقول أن وكالات الأنباء الستة تذيع كل يوم مئة وعشرين مليون معلومة ولما حسبنا بحسبة بسيطة أن كل معلومة في جملة مفيدة فيكون الاطلاع على المئة وعشرين مليون معلومة كل يوم يحتاج إلى مئتي عام من القراءة للإنسان وعلى ذلك فهناك انفجار في المعلومات كانت عدد المواقع حينئذ نحو سبع مليار موقع وكنا نتعجب كيف تتحمل الشبكة العنكبوتية كل هذه المواقع وسألنا هل منها ما هو مهتم بالدين فحصرنا حينئذ مئة وعشرين ألف موقع يتكلم عن الدين أو عن الإسلام بصفة خاصة كل هذه الأرقام تغيرت إلى أرقام غير مضبوطة أولا غير معروفة عندي بعد هذا الانفجار الأطخم الذي حدث في تلك العشرين سنة الماضية ولذلك فنحن أحوج ما نكون إلى أن يحدث بعضنا بعضاً عن ما يقول في ذهنه لأن الاستيعاب لكل هذه التقنيات والتكنولوجيا والديجيتال أصبح وكأنه من المستحيل لكن يصطدم كل واحد منا بقدر ما يصطدم من مقتضيات حياته فيسأل عن نور الدين في هذا الأمر وكيف يهتدي به إلى رضا الله وإلى التمسك والاستمرار بالتمسك بدينه وفي نفس الوقت ألا يترك مقتضيات الحياة الدنيا نرحب بكم في هذه الحلقة حلقة الجدلية ما بين التطور التكنولوجي وما بين الدين بنوره وبهدايته وبأحكامه ومبادئه نسمع الآن عن الميتا فيرس والميتا فيرس هذه أيضاً اتضح أن معناها هو السكد لايف الذي كنا نتكلم عنه في العشرين سنة أو منذ عشرين سنة الماضية